أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان وندعو الله عز وجل لهذا الإنسان الذي أعتبره أنا بصمة في التاريخ الحديث ورمز عجيب من إنكار الذات والتواضع ولقد عصرته واختربت منه مرات ومرات ورأيت دماثة خلقه فرحم الله المشير عبد الرحمن سور الذهب الرئيس السوداني الأسبق الذي رأيناه رجل الكلمة وعد فوفى قال أنا أمكث على الكرسي سنة ثم أغادر هذا الإنسان عندما زهد في الكرسي لم يزهد الناس فيه أحبه الناس كل الناس ما من مسلم إلا وأحب هذا الرجل وتأثرت كثيرا لأن يغيب عن هذا الرجل الصالح الرباني الموصول بالله ما إن رأيت حتى أرى تواضعا يمشي على قدمين ما عملني إلا بإجلال واحترام عجيبا سبحان الله ولم نر منه إلا دماثة خلقه والذي صنعه للإسلام والمسلمين لا تستطيع أجهزة دول أن تصنع الخير الذي صنعه رحم الله سور الذهب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم رسله ونقه من الخطأ كمان نقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعشرة خيرا من عشرته وإجمعنا به في مقعد صدق عند مليك المقتدر يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعزائي إلى أسرته الكريمة وإلى أهل السودان وإلى كل المسلمين في مشرق الأرض ومغربها رحمه الله ورحمة واسعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا